الحراش دخلت دربية أمام شباب بلوزداد بمدرجات مملؤة عن آخرها وعينه على النقاط الثلاث من أجل احتلال المركز الثاني المؤهل لأمجد البطولات الإفريقية الموسم المقبل فسيطر على أطوار المباراة منذ البداية كانت هذه المحاولة من يونس بعدها انفرد وسدد بهادية الكيفية التي لم تمر بعيدة عن إطار الحارس شويح الاتحاد وصل الضغط والسيطرة لكن هذه المرة عن طريق بنجاح بتزديدة قوية تصد لها الشويح وكان في المكان المناسب رغم ذلك الاتحاد اضطر الانتظار إلى غاية الدقيقة الثامنة والعشرين عندما استرجع أمض هذه الكرة وبهاد التزديدة القوية افتتح باب التسجيل لصالح فريقي كما قلنا في الدقيقة الثامنة والعشرين الحارس شويح لم يتمكن من صد كرة أماضا أمام فرحة أنصار اتحاد الحراش الذي أنها المرحلة الأولى بتقدم هدف مقابل صفر رغم هذه المحاولة من بلقروي في المرحلة الثانية دخل الاتحاد بقوة وتمكن يونس من الانفلات على الجهة الوسرة ثم التوزيع بنجاح الهدف في المكان المناسب يمضي الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة والستين ويؤكد تفوق اتحاد الحراش ونقاط مهمة في سباق المرتبة الثانية المؤهلة كما قلنا ليمجد البطولات الإفريقية الموسمة المقبل أمور شباب الوزداد تعقدت أكثر بطرد المدافع عبدات رغم ذلك حاول بكرية بيادية المخالفة الرائعة لكن دوخة في المكان المناسب أبعدها إلى الركنية الميسور عمر عمور حاول بدوره لكن دوخة قال لا مرة أخرى وأن المباراة بتفوق فريقي بتلاتي نقاط مهمة